دلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جنينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجيا للدولة لبناء الإنسان مع زيادة الاهتمام بتحسين أليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولا تكون بمثابة ثقافة تتخطى المويوث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنية كما وجه الرئيس السيسي كذلك بالاهتمام من قطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية مع القيام بانتقي ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمدير المدارس من شباب المعلمين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير قطاع الأعمال العام وذلك لاستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومنيوم في مصر وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر الألومنيوم بالشاركة مع الخبرات الأجنبية وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتصويق معدن الألومنيوم وخماته فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقة القصوى للشركة واحتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة والتي ستدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب والنغضة الشاملة التي يعيشها هذا القطع وخلال اجتماعيه لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكية أكد مدبولي على مراعاة التنفيذ طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يفتح أفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية صرح مصدر أمني أن حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق إجباري مع حائزة سيارة طالبة الترخيصة وفقا لقانون المرور ويمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها وتبع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور بمبلغ 160 جنيها فقط تواصل دونسيك والهانسيك شرق أوكرانيا ومقاطعة دابورجيا وخيرسون جنوبها الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في حملة انطلقت في 23 من سبتمبر الجاني وتستمر حتى غدا وفي الوقت نفسه أكد الكراملين أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء أو الاعتداء على مناطق المحررة الرغبة في الانضمام إلى روسيا ستعتبر اعتداء على روسيا مما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قال وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين أن العالم لن يعترف باستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا وأكد بلينكين أن الكييف الحق في استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا شرق وجنوب أوكرانيا وفي الوقت نفسه أكد وزير الخارجي الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثانيها عن خيار الحرب النووية قال الرئيس الأوكراني فلادامير زلنيسكي أن قتالا عنيفا يدور مع قوات روسيا في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة وأوضح زلنيسكي أنه تم تحقيق نتائج إيجابية جراء تلك المعارك خاصة في مناطق دونسك وخركيف وفي الوقت نفسه أكد زلنيسكي أن الولايات المتحدة أرسلت نظامي دفاع قوي من طراز ناسماس إلى أوكرانيا فاز حزب فراتلي ديتاليا بقيادة جورجيا ميلوني بالانتخابات التشعية في إيطاليا ووفقا لعمليات الفرز فقد حصل حزب فراتلي ديتاليا على ما يتروح بين 22 و26% من الأصوات في حين يتوقع أن يحصل حليفاه الرابطة اليمينية وحزب فروزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان وفي خطاب مقتضب أعلنت جورجيا ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة والتي ستمثل جميع الإيطاليين تستعد اليابان لتشعيع رئيس الوزراء الصابق شنزو أبي غدا أثرتها الذي اختيل في الثامن من يوليو الماضي وشددت توكيو من إجراءاتها الأمنية حيث انتشرت دوريات الشرطة في عدد من المناطق المركزية بالمدن وكذلك في محطة السكك الحديدي الرئيسية كما ذكرت الحكومة اليابانية أن حوالي ستة آلاف شخص سيحضرون الجنازة بينهم أكثر من ثلاثين من القادة الأجانب واربعة عشر من الرؤساء السابقين ختام مجاز أبتا ساعة فاصل رد لحظاكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر